بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعين سلام عليكم أهلا الأخواتي أهلا نخوتي مرحبا بكم في قناة يومية بسمة و أمها ان شاء الله يدخل الفيديو تائي عندكم تكونوا كامل بس و بخير يا رب اليوم يجبت لكم وصلة سهلة تجهز معكم في ربع ساعة يكون عندكم مقارن و اي نوعية ندري التعروسون و يكون عندكم لجوبنا اي نوع مثلاثات مربعة شايدر غريا اللي يدخل الكوشة في الواسط دلوا مقارون مقارنان ديل بزوج كيسان حبيت نعبر باش لبنات الصغارة يفهموني دلتمو غرفة كبيرة تتعطيها و هذا الثوم و غبرة تنجموا لي ما عنداش تستغنى علي انا حبيت الثوم يجي من لحم مع المقارون كاستعمى نفس الكاس اللي عبرت به اخوات الكبارة يعرفوا بلا عبارة يجيبوا هانيشان هنا لعراس المغرفة فلفل اسود و غرفة صغيرة تعملح و غرفة صغيرة تعملح و نصف مغرفة لا تكترش كل فرماج مالح و نجيب الحليب ندفيه شوية باش نسرع في عملية الطهي ندفيه شوية نفرغ زوج كيسان تاحليب نجموه تديرو كاس حليب و تزيدو الماء تديرو زوج كيسان تعمى هذا مقارون تحليب اتدار مقارون تبلغ زوج كيسان كما تنظروا وجبه سهلا مقارون ندوله عن ملح ، و الجبن . حليب نجموه تديرو الماء و نجموه تديرو ماليش نخلطوه كما تشفوا غطيت مقارون جبن و يتشرب الملح بداخل ملح و ندخل لمساة و قبل 4 ساعة نرى المقارون أضفع العمل على درس الكوشه جبن يدوب اضع الجبن يدوب في الجبن اضع الجبن اضع الجبن وصفات سهلة يوجد في دقائق مقارن كما تشاهدون لديكم بلاسوس والخضراء ويوجد في دقائق تاني بدون من وصفهم ويوجد في الكوشة اختاروا الوصفة لتعجبكم بصحتكم اولادنا هاد محبود معجنات هاد وصفات سهلة ناكلهم الصيف الشتاف الربيع في اي وقت اشتركوا في القناة لا تنسوا ليش جام لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس ليصلكم كل جديد ومرحبا بكم كامل شكرا للتعليقات الرائعة محفزتكم ربي جزيكم كل خير وإلى فيديو قادم إن شاء الله استودعكم الله الذي لا ترعوه مع السلامة